الكثير من المستخدمين على موقع إيبي لا تعرف كراءة الفيدباك على الموقع ولا تعرف أهميته حسب رأي ورأي كبار الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية برنامج الفيدباك هو واحد من العوامل الأساسية لنجاح موقع إيبي هيا بنا ننتقل للحسوب وأعلمكم كيف نقرأ المعطيات في صفحة الفيدباك بطريقة صحيحة وما يمكننا معرفته عن التاجر من خلال الفيدباك أنا الآن موجود في إحدى صفحات المبيعات الموجودة على موقع إيبي نتبه سأنزل إلى تحت ولكي أدخل للفيدباك الخاصة للتاجر نتبه في مربع السيلر انفورماشن بالسيلر انفورماشن يوجد أدينا اسم المستخدم الخاص لهذا التاجر في الإيبي هنا جانبه هذه الأرقام هي عدد الفيدباك الخاصة لهذا التاجر نتبه أن الكثير من الأشخاص تظن أن عدد الفيدباك لهذا التاجر أو لأي تاجر هي عدد المبيعات لهذا التاجر بالحساب وهذا خطأ وسأريكم أيضا لماذا وتحت هنا يوجد نسبة الفيدباك الإيجابية في الحساب 98.8% يمكننا حفظ هذا التاجر وحفظه لدينا في قائمة التجار التي ستكون محفوظة لدينا والرجوع إليها لاحقا تابهوا عندما نضغط على save the seller ويمكننا مشاهدة قائمة التجار الذي نحفظها فوق هنا في ماي إيبي saved sellers هنا نرى جميع التجار الذي نحفظه سأرجع إلى تحت وهنا contact seller إذا نريد التواصل مع هذا التاجر visit store يمكننا الدخول لمتجر التاجر see other items يمكننا الدخول لحسابه ورؤيات المنتجات الأخرى التي يبيعها ولكي ندخل لصفحة الفيدباك الخاصة لهذا التاجر نضغط على العدد الفيدباك المبين هنا جانب اسم المستخدم سأضغط عليه وأنا الآن في صفحة الفيدباك لهذا التاجر انتبهوا أولا يمكننا الرؤيات positive نسبة الفيدباك الإيجابية لديه وإيبي كيف يحسب نسبة الفيدباك الإيجابية انتبهوا لكي نعرف المعادلة علينا تمرير المعروس لهذه الجملة how is feedback percentage calculated وانتبهوا أنه يجمع العدد الكلي للpositive والnegative الفيدباك السلبية والفيدباك الإيجابية يجمعها مع بعض ويقسمها على الفيدباك الإيجابية فهكذا هم يحسبوا الفيدباك الإيجابية الفيدباك عدد الفيدباك الإيجابية والسلبية خلال 12 شهر الأخير أي خلال السنة الأخيرة فهنا نعرف ما هي النسبة الإيجابية انتبهوا تحت يمكننا معرفة من أي سنة اشترك هذا التاجر على موقع إيبي وتابهوا هنا يمكننا معرفة هل هو top rated seller أو لا تابهوا أنه يوجد أدة عوامل التي يجب أن تتوفر في الحساب لكي تحصلوا على هذه الوسامة وخصوص أنكم تكونوا top rated seller يجب أن يكون consistently received high buyer rating أي أن تحصلوا على تقييمات عالية من المشترين بشكل مستمر ships item quickly نشحن المنتجات بسرعة has earned a track record of excellent service من كثرة التقييمات العالية من المشترين حصل على تقييم عالي بخصوص خدمة شحن ممتازة هذه هي إحدى العوامل يوجد عوامل أخرى يمكن في فيديو آخر سأشرح ما هي العوامل الأخرى فهنا نعرف إذا هو top rated seller أو لا ننزل إلى تحت وهنا نتبهوا هنا نرى كمية الفيدباك التي حصل خلال الشهر الأخير الستة شهر الأخيرة واثناشر شهر الأخير فانتبهوا يمكننا معرفة كم هذا التاجر هو كان فعال في السنة الأخيرة في الستة شهر الأخيرة وفي الشهر الأخير نتبهوا أنه يوجد لديه 27731 فيدباك في 12 شهر الأخير في السنة الأخيرة هذا عدد كبير جدا وهذا يدول أنه فعال أيضا في الستة شهر الأخيرة يوجد عدد كبير جدا وهنا أيضا في الشهر الأخير يوجد عدد كبير جدا نسبيهين فيوجد حسابات التي نرى هنا عدد كبير جدا في 12 شهر الأخير وفي الستة شهر الأخيرة أو في الشهر الأخير يوجد عرض قليل جدا هذا يدول انه كان فعال في السنة الاخيرة وخلال هذه السنة انه قد قلط مبيعاته لانه عدد الفيدباك الكبير نفسره انه يوجد لديه عدد مبيعات كبير جدا تبهوا سأقول جملة مهمة جدا انه ليس جميع المشتريين سيكتبوا لكم فيدباك ويعطوكم فيدباك لانه يوجد عدد كبير جدا من المشتريين يروا ان اعطاء الفيدباك بالنسبة لهم هو جهد ولن يعطوا اي فيدباك فانتبهوا لهذا الشيء لذلك هذا المعطأ الذي مبين هنا هو ليس عدد المبيعات ايضا يمكنكم رؤية الفيديو الاخير بخصوص الفيدباك فيه اشرح انه حتى لو مشتري اشترى مننا عدة مرات في مرجرنا الفيدباك الاجابي سيعد مرة واحدة هنا نرى الفيدباك يونيك عدد المميز العدد المميز والحصر لهذا التاجر وليس العدد الكلي للفيدباك يمكنكم الرجوع لفيديو الفيدباك فيه اشرح كيف الفيدباك او كيف اي بي يحسب الفيدباك فانتبهوا هنا يمكننا معرفة مدى فعالية التاجر في الحساب في السنة الاخيرة في الست شهر الاخيرة والشهر الاخير ورؤية هل هو حقا يبيع كميات كبيرة جدا او لا تابهوا في المربع الذي جانبه يوجد الدي اس ار او الديتل سيلر ريتنج هنا ايضا المشتريين يقيموا التاجر حسب عوامل اخرى فانتبهوا هنا يقيمونه حسب item as described هل المنتج الذي وصلهم كما هو مشروح عنه في صفحة المبيعات communication هل التواصل مع التاجر كان جيد shipping time هل وقت الشحن كان مناسب هل تأخرها او لا shipping and handling charges هل اسعار الشحن التي عرفها هذا التاجر هي معقولة او لا فيقيمون التاجر من واحد الى خمس نجام تابهوا عندما امر الماوس على اي نجمة نرى كم هو مقيم من خمسة هنا لنفترض 4.9 من خمسة فهذه ايضا عوامل مهمة جدا للحصول على top rated seller يجب تقييمنا هنا ان يكون عالي جدا فهذه بخصوص ال detail seller rating وال recent feedback rating يمكن ان نعرف ماذا فعالية التاجر ولو حاليا فعال ويبيع او لا وايضا هنا ادي تسررات نرى التقييمات الاخرى للتاجر بخصوص عوامل اخرى التي شرحتها هنا ننزل الى تحت وهنا انتبهوا انه يوجد ادينا تقسيم الفيدباك الذي حصل عليه التاجر يمكن الرؤية انتبهوا feedback as a seller هنا نرى جميع الفيدباك التي حصل عليها بصفته كتاجر اي مشتري اشترى من هذا التاجر وكتب فيدباك لهذا التاجر والفيدباك الذي يكتبه المشتري للتاجر التاجر بحالة الطبيعة يحصل على هذا الفيدباك بصفته كتاجر ننتبه هنا نرى جميع الفيدباك التي حصل عليها هنا نرى الجملة الذي كتبها المشتري وهنا نرى عنوان المنتج في صفحة المبيعات الذي اشتراه هذا المشتري هنا نرى السعر هنا نرى اسم المستخدم اول بند واخر بند من اسم المستخدم الخاص به وعدد الفيدباك له وننتبه يمكننا الضغط على view item سأفتحه بنافة جديدة ورؤية المنتج الذي اشترى هذا هو المنتج الذي اشترى يمكننا معرفة المنتجات التي بيعت asters انتبه ايضا يوجد هنا عدد الفيدباك الكل هذا عدد الفيدباك الكل للمشترين انتبه يوجد لديه 367 الف تقريبا يعادو عندك اك کل للمشترين 而هاذه عدد الفيدباك السلبية وعدد الفيدباك الاجابية وعدد الفيدباك التي هو الشخص الذي اشترى عدة مرات السببين هذا التاجر سيعد هنا عدة مرات لنفترض هنا انتبهوا هذه الجملة وهذه الجملة مشابه اسم المستخدم مشابه فهنا اغلب الاحتمالات ان يكون شخص الذي اشترى منتجين وعرف فيدباك لهذا المنتج وهذا المنتج فهنا سيحسب مرتين ولكن في اليونيك هنا سيحسب مرة واحدة فانتبهوا هذا الفرق بين 367000 و 299000 يوجد تقريبا 67000 فارق هذا هو عدد الاشخاص الثابتين للمتجر تبهوا انه تقريبا يوجد لديه 67000 تاجر ثابت الذي يشتري منه كل اسبوع كل شهر كل سنة لا يهم كل فترة زمنية يشتري منه انتبهوا لعدد المشترين الثابتين لهذا التاجر عدد كبير جدا فهنا كما ذكرت يمكن رؤية العدد الكلي وهنا اليونيك لانه يوجد فيدباك سلبي الذي ينقص بواحد من العدد الكلي هنا ويوجد الاشخاص التي تشتري عدة مرات من هذا التاجر وايضا يحسب مرة واحدة ولا يحسب عدة مرات فجميع هذه الاشياء ناخذها بالحسبان نقص العدد الكلي للفيدباك من العدد المميز الحصري لهذا التاجر والفارق هو عدد الاشخاص التي تشتري منه بشكل ثابت تابعوا انكم تعتبروا حسابكم او متجركم اي متجر عادي تفتحونه في بلادكم ويوجد لديه زبائن او مشتريين ثابتين يشتروا منكم كل فترة بين الحين والاخر طبعا يوجد لدينا ايضا بخلال التقسيم هنا يوجد لدينا رابط فيدباك اذا باير يمكن رؤية هل حصل على فيدباك كمشتري لانه كما ذكرنا في الفيديوهات السابقة عن الفيدباك انه اي صاحب حساب يشتري من الحساب منتج معين التاجر ايضا له الحق ان يعطي فيدباك للمشتري ولكن الفيدباك سيكون فقط اجابي لا يمكنه اعطاء فيدباك سلبي وهذا طبيعي جدا لكي لا ينتقم من اي مشتري يكتب له فيدباك سلبي فهنا اذا ضغطوا على الفيدباك اذا باير يمكن رؤية اذا يوجد فيدباك تابعوا انزل الى تحت تابعوا يوجد لديه فقط 98 فيدباك في الحساب هنا اي تابعوا هنا مقارنة في فيدباك اذا سيره يوجد لديه 367 الف فيدباك فهذا التاجر يشتري بعض المنتجات من حسابه ولكن هو بالاخص يبيع منتجات في حسابه فيمكننا الرؤية هل هذا الحساب يبيع ويشتري او فقط يبيع منتجات انتبهوا انه يوجد لدينا ايضا هنا باند الذي يسمى بالرزيرت فيدباك وهنا 1008 انتبهوا انه عندما تحصل على فيدباك سلبي يمكنكم تحويله لفيدباك ايجابي ولكن للمشتري عندما يعرف لكم فيدباك سلبي ليس لديه خط رجعة او لديه الامكانية لتحويل الفيدباك السلبي لفيدباك ايجابي فانتبهوا يجب علينا نحن ان نرسل له طلبية لتحويل الفيدباك السلبي لفيدباك ايجابي لكل من يريد ان يعرف كيف في الفيديو مبين رابط الفيديو الذي يشرح كيف يمكنكم ارسال له الطلبية فانتبهوا هنا يوجد عدد المرات التي نجح هذا التاجر تحويل الفيدباك السلبي لفيدباك ايجابي انتبهوا هنا نرى مدى جدية هذا التاجر فهو لقد نجح الف وثمن مرات تحويل الفيدباك السلبي لفيدباك ايجابي وهذا عدد كبير جدا وانه يحافظ على سلامة حسابه ويعمل بجد ليحافظ على سلامة حسابه فانتبهوا لكمية المعلومات التي تعلمنا عنها وعن التاجر هنا عن هذا الحساب من خلال الفيدباك مهم جدا ان تراكبوا الفيدباك للتاجر فمن خلاله نعرف الكثير من المعلومات عن التاجر واداء مبيعاته ومهنيته في ادارة متجره وسؤالي لهذا الفيديو ما هو تقييم الفيدباك في حسابك هل هو جيد او غير جيد اكتب لي في التعليقات اجابتك وسأحاول قدر الامكان تحسين الفيدباك الخاص بك ايضا لكل من يريد التعرف اكثر عن مجال الفيدباك يوجد فيديوهات اخرى مبينة هنا يمكنكم مشاهدتها وايضا لا تنسوا الاشتراك في القناة يوجد هنا الزر تحت الفيديو للاشتراك بالقناة ومتابعة اخر اخبار التجارة الالكترونية ايضا لا تنسوا الضغط لايك على الفيديو ساراكم في فيديو اخر